السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وطالبات المرحلة السنة والعمة مرحبا بكم طلاب الصف الثاني السنة وهنا نعلم دسول سعزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الانجز إن شاء الله سنصلوا بكم فحل مجموعة من تدب المكتاعة العام 2020 كتاب المعاصر العام 2020 وشباب نشغل نفس المناج من كتاب جيم إن شاء الله النهاردة مستمرين معك مع المعاصر الواحدة عشرة هنشتغل على المنتيست الجاية على الجرامبر بتاعها وبدأتنا إن شاء الله على صفحة مية تلاتة وتسعين بس قبل ما نكمل يا شباب بنقول لك إن فيديوهات شرح قارة الماضي التام في موجودة عندنا على القناة متأكيد شفتها مبارح قبل ما تشوف الفيديو بتاع الخلف بس محيما على بركة لا نبدأ على المنتيست الأولاني زي قلنا صفحة مية تلاتة وتسعين بيقول لك فيها نوع هات أدي هاد هي تدل على الماضي التام قدامك قصبر شوية أن اسي بي فور شي وينت توبين بي فور قادي عندك الرابط وقادي جملته ماضي بسيط يبدأت هنا محتاج ماضي تام طب هاد موجودة فاضل لك ايه كده فاضل لك التصييف التالت إبارات في المصدر لأة رود ماضي بسيط لأة ريتن تصييف تالت هنا هناخدها إجابة بان ريتن لا ليه ما خناش بان ريتن لو كنا بان ريتن هيبقى جملة فيها بنقن المجهول ونوها هنا فاعل وليس المفعول اللي بعد كده بيقول لك ايه ان اسي هادو جايب فراغ بفور نوها وينتو هم اه او انتو هم ايه بقى يا عم الحج الفرق ما بين الجملة والجملة التانية ودي انا خدها فرصة ونتكلم عن الفرق ما بين الاكتف والباسف الطلبة تقول يا مستر احنا نعرف ازاي جملة اكتف ولا باسف قلت لك ابدأ قول نقول لك ايبقى بص على بداية الجملة نوها اللي هي مسلا حسب الجملة قدامي النوها دي تنفع فاعل ولا مفعول بنجرب النوها بالنسبة للاكي تنفع تنفع مفاعل ده تكون فاعل اه تنفع حسنا Okay طب لماذا يدع باللاكي اللي هو المقالة المقال ينفع يكتب منا ده هو كده الاكتب خلاص ولا نوها ده كان اسمها مشكلة معايا في الاكتف مشكلة مين الفاعل ومين المفعول خلاص. يبقى كده الجملة واضحة اني ان اسي ده ما فعل به. يبقى انت تاخد من هي. عشان تبقى ان اسي هاد بفوق نوها وانتو هوم المقالة كتبت قبل نوها ما تروح البيت. رأيت المصدر لأ. دوت ماضي بسيط لأ. ريتن تصريف ثالث. صحيح تنفع ورهاد. لكن الجملة مش اكتف. الجملة بسيط فخلنا بن ريتن ماضي تام. ما من المجهول اجابة واحدة صحيحة. تلاتة دي بداية سؤال هادو بيقعد كده يوجد فراغ ده ايميل با ده تايم ادي با ده تايم رابط زمن اهو. خد بالك من حاجة. ما ان شغلية شباب مع قاعدة مع جرامر يبقى انت لازم تكون عينك عن روابط. الرابط با ده تايم من روابط اللي جملتها تكون ماضي بسيط والطرف الاخر ماضي تام. طيب خلاص ادي هاد موجودة. يبقى فاضل ايه? فاضل التصريف الثالث. بس خد بالك هي يودي فاعل ولا مفعول? فاعل. لاني العادي اني انت ترس الايميل. مش العكس. الايميل مش قول له يبعتك. طيب. تمام. يبقى هاد يو سنت كده الكلام صح. كده ماضي تام. طب ليه ما خلناش لاني يو فاعل مش مفعول. بين سنت ده يديني ماضي تام مستمر. سنت ما تنفعش في وجود هاد ما ينفعش يجيب فعله في المصدر. هنا الجملة بالمقلوب. جاب لك ايه? جاب لك الايميل. تمام? يبقى كده انت تدور عليه على الماضي تام المبنى المجهود. هاد زا ايميل بين سنت. اهي. عشان يبقى الجملة تلاتة وجملة اربعة. بيوضحه لك الفرق بين الاكتف والباسف في الماضي التام. وعندك برضو زي واحد واتنين. واحدة فيهم اكتف الاول اكتف والتانية باسف. ودي زي تلاتة اكتف واربعة باسف. وهم الاتنين في زمان الماضي التام سواء الاكتف ولا باسف. طبنا حرك الشاشة نوريك اسم الكتاب بس لحظة كده شفته. تمام. تعالى نتحرك مع التاني. وده في الصفحة اللي وراها مباشرة اهو ظهر قدامنا. ويبيقول لك في اول جملة فيه. بحلول نهاية يناير الماضي. تمام. اي اي با تاكين جاية تصريف تالت اه. كمان ببنتك كده فضل لك ايه؟ فضل لك ما يشير للماضي التام. طب تبقى هاد. هاد ماضي تام اصحيح. ولا هاد بن. ولا بي. انا هاخد الماضي التام من الحق في هاد. طب ليه مستر ما خدتش هاد بن لان لو خدت هاد بن مع تاكين فوق تبقى مبن المجهول والاعدي فاعل مش مفعول خلص. انتهى الكلام. فوق كان جاء بالآي كفاعل لكن هو جاء المفعول بله الامتحان يبقى هنا اقرأ هاد بنتك الامتحان كانت تاخد خلاص كده؟ طيب قال لي بعده اسون از اي اوزبورد بها ده ريبورد اي كده فاعل المفعول المنطقة ان انت تكتب الريبورد صح كده او تقراه حسب الاختيرات فيها يقرأ تمام؟ اي اي نوو اي جيت يبنتك كده اوزبورد اي اي بهم اخدها اهد ريبورد طب دوقتي يجب لك الريبورد والمفعول بي بدى بي يبنتك كده اوزبورد يبهد بنرد اهد شفت ازاي؟ الحكاية سهلة جدا اسهل من شهر بالمية زي ما بيقول مي برادير حادر يتيرنوندهم اهد ماضي التان متحقق هنا لانشتاين يبنتك كده اعادي رابط زمن ومش عايز زمن ولا حاجة فعثت تباية تداءات وإن ولا باي ولا افتر باي لانشتين معناها بحلول وقت الغداء احسنت تعتبرها بفور مش مشكلة تزعلش يسيل اذهب للمنت الاستثالة وده موجود على صفحة مية خمسة وكسعين الصفحة الاقصادها على طول. اهو قدامك اهو والصفحة ظهر معنا هي. وبيقول لك في جملة اللي فيها الحمد لله. الجملة هنا هو ماضي تأم عادية جدا. ليه? لان افتر والفاعل بتاع كل ما موجود. لان منطقة اني انت تتناغل الدواء. طيب هافتيكن ده مضارع تأم لا. هاتتيكن ماضي تأم وهتبق اكتف وده صح. انا هاتتيكن لان انت اللي بتاخد الدواء. طيب لما يجيب لك الدواء هنا افتر ايه? كده جاب الدواء? لا. يبقى كده الجملة اللي قدامك دي ما فيش فيها فاعل. فوكا بيقول لك افتر قاد. هنا ما جايبش فاعل. طيب. يبقى عايز اقول لك ايه? بعد ما الدواء تاخد. تمام كده? بعد ما الدواء تاخد. يبقى انت كده محتاج ايه? محتاج جراند. يبقى اول هافتيكن مضارع تأم. ماجيش مضارع تأم مع افتر. طيب ماشي ها? هاتتيكن. افتر هاتتيكن. طب فين الفاعل اللي خلاك هاتتي هاتتيكن. هاتبين تيكن مبنى المجهول تيكن الجراند. لما تيجي جملة افتر بدون فاعل. يجي بعدها جراند مباشرة. يعني مصدر زادا ينجيل. ويحقق طرف الماضي التأم. والطرف التاني بيديك الماضي البسيطة. طيب. هنا بقى جاب المفعول بيه قبل النقط. اللي هو الميديسين. يبقى انت كده عايز مبنى للمجهول. عشان تبقى افتر زادا ميديسين. بعد ان اخذت دواء. انا شعرت بتحسن الجملة رقم ثلاثة ادنين يبناء للمجهول. التلات جملة اللي قدامك بدأ يحرك شوية وينقل حاجات وحاجات. مرة يدك الجملة فضاها الطبيعي الفاعل بتاعها موجود. ماشي مرة غيب الفاعل فانتجبت جنة. مرة اشتغل على المفعول فانتجبت المبني للمجهول في الماضي التام في الجملة التلاتة. حرق خلاص الشاشة. الصفحة خلاص عرفناها. ونروح لمية ستة وتسعين. عشان نلاقي الجملة رقم اربع اللي بتكمل معنا الميديست التالت بيقول لك الكلام تغير هنا. ادنين هين? محتاج ماضي التام. لان الاي فاعل مش مفعول. هتاخد هات تيكن. هات الماضي التام هو. اكتف. هات تيكن مضارع تام خطأ. هات من تيكن مبني المجهول في الماضي التام لأ لان الاي دي فاعل مش مفعول. هاتي هاتي موجودة تجيب وراها ايه? تجيب وراها تصيف تالت. كوني اخذت الدور حسيت بتحسن. تمام? بينك تيكن مينفعش الانجيراند واربع. هاتنج بين تيكن ده ميديسن اه الجملة سياء وخطأ. تيكن ما يجيش قلنا الانجيراند واربع. لاب اخد دي بقى. هاتنج ايه بقى? زا ميديسن ميد مي. ميد مي. جعلني. طب ايه بقى? ناخد لها ايه جابة كده هو? هاتنج بين تيكن كونه اخذ. كده الدواء الجملة بتاعتي فيها بناء المجهول. ماشي لان الدواء هو الفاعل بتاعها هو اللي خلاه يشعر بتحسن. عشان كده خلنا بين تيكن. عشان هاذن مع بين تحقق معا الماضي التام. تيكن تخلي الماضي التام ده ما من المجهول. اجابة وحيدة صحيحة. اخسبوا لك فيها اه? فضل الله رابط بس. اتوزنت انتل. بعد كده ماضي تام. والنحية تانية زت وماضي بسيط. تحققت العكام. يعني هي عملة زي المعادلة كده. واحد زياد واحد سوى اتنين. نتحرك مع الشاشة عشان تبقى الجملة رقم تمانية هاي اللي ظهرها قدامنا. ايه? 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 رابطها ايه? رابطها وين? كلام مخلص نفسه. طيب نو سونر جاية في الاول. بتبدل مع مين هنا? بتعمل ايه? نو سونر ايه? نو سونر هاد اال. او نو سونر هاد فاعل تصفيب تاعي. اهي? طبعا. كلام مخلص نفسه. وحاجات بسيطة جدا يا شباب. بكده يكون انتهت الميني تست اللي جاية على اللانجوج للواحدة عشرة. لكن ان شاء الله لسه لا يزل لدينا. ان شاء الله انتزمنا في المزيد مع معلم خبير اللوغة الانجزية. السلام عليكم. الله وبركاته.